معنا من بيروت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجل بوينو أهلا بك سيد بوينو عدد اللاجئين حسب آخر الأرقام وصل إلى نحو مليونين كم يشكل ذلك من ضغط على الدول الأوروبية وبالتحديد المجاورة؟ ساخر وشكرا جزيلا على السدافة طبعا نحن نلاحظ بأن هناك تدافق كبير من اللاجئين ومن الناسيين والمفاريين من هذه الحرب الدموية بسبب غسو غير المبرر الروسيا لدولة أخرى أوكرانية ونحن صحيح أن هناك الآن أكثر من مليوني شخص على حدودنا فمن ناحية وبالأمس كان هناك اجتماع غير رسمي لوزالة خارجية ووزالات تامية في الاتحاد الأوروبي وتم اعتماد قرار مهم باتجاه هذه الأسماع الإنسانية وذلك باعتماد حصمة جديدة من مساعدة الإنسانية العاجلة للاجئين والنسيين والفاريين من الحرب بقيمة ما يقال تقريبا مليار يورو بما في ذلك مساعدة مالية أيضا للسلطات الأوكرانية التي تعاني من تضاييات اقتصادية من هذه الحرب الدموية من ناحية أخرى تم تفعيل أفوان أيضا بأول مرة في الاتحاد الأوروبي كانونا لتوفير حماية كاملة لكل الفاريين من الحرب سواء كانوا أوكرانيين أو مواطنين أوكرانيين أم لا يعني الذين كانوا موجودون بشكل أو بصورة قانونية في أوكرانيا ومرة أخرى لكل الفاريين من هذه الحرب ولكن ماذا لو استمر هذا النزيف المتعلق بهروب اللاجئين يعني وصل إلى مليونين ماذا لو استمر هذا النزيف شهرا آخر هل بمقدور أوروبا تحمل هذه الأعداد المتزايدة سيد بوينو من المحتمل بالفعل وبحسب الأمم المتحدة أن نصل إلى خمسة وستة وحتى سبع مليون شخص خلال الشهور المقبلة إذا استمرت هذه الحرب وهذا الأضوان الروسي على أوكرانيا فبالتالي هناك استيادات وتحضيرات مناسبة داخل الدولة وبتنسيقنا شركائنا ومع وكالات الأممية المخصصة في هذا المجال نحن مستعدون طبعا هذا هو واجبنا بمجرد القانون الدولي بمجرد أيضا القانون الأوروبي ولكننا ننسى من يتحمل مسؤولية هذه الأسماء من الذي حشد قواتها لحضوظ أوكرانيا من الذي قال بأنه لن تكون لها أي نية لغسو أوكرانيا من الذي قال أيضا لأنه لسلطات الروسية طبعا هي التي قالت أنه لن تستحضر مدنيين هذه المعاناة التي نشاهدها اليوم طبعا هي بسبب الأوضوان الأسكري غير المبرر الروسي على دولة أوروبية مستقلة دات السيادة وهي أوكرانيا وبالتالي علينا أيضا أن نعمل على السعيدة الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار من أجل استعناف مشورات بين الأطراف لإنهاء هذه الحرب الدموية سيد بوينو أنت أشرت إلى أن أوكرانيا دولة أوروبية ولكن رسميا هي غير منضمة للاتحاد الأوروبي هناك دول أخرى أيضا تطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي قدمت عضويتها مؤخرا يا تورا انضمامها مرتبط بأي شروط هذه الدول التي تطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هناك بعض الدول بالفعل مرشحة للاتحاد الأوروبي وكما تعلمون عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لها شروط وهذه الشروط نسميها شروط أو معايير كوبناغن وهي شروط اقتصادية سياسية كانونية وما إلى ذلك هذه العمليات بحسب القانون الأوروبي والوثائق الأوروبية تستغرق سنوات لأنها مؤقتة جدا الآن هناك بالفعل تضامنا كبيرا حول أوكرانيا وغدا سيكون هناك اجتماع للقادة الأوروبيين للحديث عن انضمام أو احتمال الانضمام ليس فقط أوكرانيا وعلى أيضا مولدوفا وحتى جورجيا الاتحاد الأوروبي يعني بحسب أو بعد استكمال هذه العملية فسيدرز سيتحدث أفوا سيناقش قادة الأوروبيين هذا الموضوع حلال الأيام المقبلة وأعتقد أنه الأمر واضح نحن نرى مرة أخرى عضوان أسكرية غير مبررة لدولة أوروبية ونحن نقول أوروبية لأنه هي تقى بالفعل في قرر الأوروبية والأسماع الحالية هي بسبب هذا الوضوان الروسي وبالتالي علينا أن نرد طيب ألا تكون أوروبا قد أوصلت علاقاتها في هذه الحالة بموسكو إلى نقطة العودة سيد بوينو بكل هذه الإجراءات التي تراها روسيا انتقامية نحن منذ سنوات نقول بأنه نريد علاقات جيدة مع الروسيا يعني الروسيا دولة عظمى نتحدث عن عضو في مجلس الأمن الالتهاد بالأمم المتحدة أفوا دولة لها 140 مليون نسمة دولة لها تاريخ أميق وعظيم شعب الروسي شعب عظيم المشكلة الآن هي بالفعل أن السلطات الروسية اخترت مسار مختلف واخترت الأضوان على دولة أخرى وذلك انتهكت بالفعل يعني أكثر من عشر وثائق واستفاقيات تولية بما في ذلك وثقة الممتحدة من خلال هذا الأضوان فبالتالي نعم هناك تواطرات غير مسبوقة في علاقاتنا مع الروسيا ولكن مرة أخرى أعتقد أنه الآن الأولوية هي وقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب وثم بعد ذلك سنرى ما هي كيفية إنشاء علاقاتنا على أسس جديدة مع الروسيا ولكن الآن طبعا يجب يجب بفعل يعني وهي الأولوية لأنه رأينا المعنات الإنسانية للناس ووقف إطلاق النار وعلى رغم من ذلك يا سيد بوينو يبدو بأن زيلنسكي غير سعيد وغير راض عن درجة استجابة أوروبا للحرب الآن يعني هو نقل أكثر من مرة رسائل واضحة إلى زعماء أوروبا يعني هل تعتقد بأنه مجرد الضغط عن طريق العقوبات واستقبال بعض اللاجئين وليس في كل دول أوروبا هناك بعض الدول ربما تتحمل عبء اللاجئين أكثر من غيرها هل فقط بهتين نقطتين ستلقى أوكرانيا وزيلنسكي الدعم الأوروبي دوني نقول لك بأن الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا نسكريا أولا نحن لدينا أدوات ومن ضمن هذه الأدوات طبعا أدوات أفوا هذه الأقوبات الأقوبات نتحدث عنها منذ شهور ولكن هذه الأقوبات أشد الأقوبات تم اعتمادها للاتحاد الأوروبي منذ بداية تاريخي يعني حقيقة تحدث عن تجميد مثلا نصف احتياتيات البنكر ماركسي الروسي يعني لم نرى مثل هذه الأقوبات من قبل من ناحية من ناحية أخرى لأول مرة في تاريخنا نقرأ تحول جديد يعني هي تم اعتماد قرار لتقديم أسلحة لدولة ثالثة تتعرض من الحرب هي أوكرانيا طبعا من خلال قنوات رسمية طبعا وإضافة إلى ذلك هناك مساعدة آجلة للاجئين والفرقين من الحرب فنحن نعمل عايدا لسيدة ديبلوماسي لأسلة روسيا ورأينا ما حدث لسيدة دولي في المم المتحدة وفي المجلس حق الإنسان للمم المتحدة ما إلى ذلك أسلة أصبحت روسيا دولة معزولة بالفعل لسيدة دولي ولكن مرة أخرى نحن نستخدم كل ذوات وبالسرعة بشكل مختلف مقرارة بما كان عليه في الماضي يعني الاتحاد الأوروبي لم يفعل ذلك في الماضي أبدا هذه أول مرة نحن نقوم بهذه العمل بهذه الصورة بصورة غير مسبوقة وبتنسك كوي مع شركائنا وبإشماع كامل إذا كان الرئيس بوتين يريد أن يكون هناك انقساما داخل الغار وداخل الاتحاد الأوروبي الأكس صار هناك أجماع كامل حول موضوع حول ضرورة مساعدة أوكرانيا حول ضرورة محاسبة أيضا الكريم لنرى ذلك أشكرك لويس ميجال بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكرا